... على نمازج تصميم التعليم نمازج تصميم التعليم ستتمحور معي في 3 عناصر مهمة جدا جدا التعريف المعلم يستفيد منه في إيه علشان المعلم يستفيد من نمازج التصميم التعليم فيrobنانز فقط ممازجه المقرر ألكترونية wide available on Board of Sun والنموذج العام الذي أضع لم نسمفه النامزجل تصميم التعليم النموذج أو تعريفه النموذج تعريف النموذج تمثيل مرئي مبسط للنظام يعني بمعنى بياخد شكل صورة أو مخطط يعني ماشي بتسلسل معين انسيابي بيظهر خصائص النظام ده وأبرز عملياته اللي بتحصل يعني الإجراءات التي تحدث في النظام ممكن فلوت شارت كده الناس بتوع حاسبات عارفينها فلوت شارت خاص معين بيبدأ بستارت وبينتيب اند بيبدأ بستارت وبيمر المراحل معينة وبعد المراحل المعينة بيلف في فيدباك اللي بيظهر في فيدباك عشان تطوير وهكذا خلينا نشوف مش التعريف نشوف إيه الشكل بتاعه نتفع على حاجة مهمة جدا جدا نماذج التصميمي التعليمي بتهدف لإيه فيه سؤال مهم جدا لازم أسأله كيف أعلم نموذج أو نماذج كل النماذج التصميمي التعليمي لازم تجاوبلي على ده كيف أعلم هذه المادة كيف أعلم كمدرس أو كمعلم هذه المادة النماذج بتدين ضوء بيرشد المصممي المصمم التعليمي بقى اللي هي بتطرحها المقرر بتاعنا بيطرح اللي بيطلع وظيفة واحد اسمه مصمم تعليمي الـ ID Structure Design خلاص Structure Design ده بيعمل إيه؟ ده بيديله النموذج ده بيمشيه معين معين واحد اثنين ثلاثة خطوات أو قرارات صحيحة في كل مرحلة بيديله مجموعة من المراحل وده اللي هنشوفه في النموذج العام دلوقتي مجموعة المراحل دي كل مرحلة فيها مجموعة من التفرعات أو الإجراءات وبيديله بقى السكة بتاعته أو الطريق بتاعه اللي هو ينفذ الإجراءات دي بطريقة صحيحة وكل مرحلة من المراحل دي بتساعدني في إيه أصلا؟ يعني المراحل المبنية لنماذج التصميم التعليمي بتساعدني في اللي أنا أخرج منتج تعليمي أو موقف تعليمي وأقدر أطوره واستخدمه وقومه أعمله تقويم أعمله تقويم مبدئي أو تقويم نهائي أو تقويم مبدئي لكل مرحلة من المراحل وأبدأ أشوف إيه الفيت باك المرحلة الأولى دي نجحت ولا لأ أو هكذا فلازم أي نموذج لما حضراتكم تمسكوه وتقرأه هتلاقيه بيجاوب لك على السؤال ده بالظبط زي ما انتم إيه شايفين في حاجة مهمة جدا جدا ودي اللي الناس هتسألني بقى يعني أنت بتقول لنا التصميم التعليمي أو النماذج بتاعتها التصميم التعليمي دي أنا أستفيد منها إزاي كمعلم أي معلم بيسأل نفسه سؤال مهم جدا أو مجموعة من الأسئلة وفي بعض الإجابات هجاوبها عليك دلوقتي بعض المعلمين يقول لك أنا حضرت الدرس جيدا بس اللي حصل إيه التالي الحصة ممشتش أو لم تصر الحصة على النحو الذي رسمته ده سؤال يعني بيقول على إني حضرت الدرس كويس جدا جدا بس الحصة ممشتش كويس دي نقطة تاني نقطة عندي بيقول لك اللي الوقت انتهى قبل ما نهي الدرس بتاعي دي النقطة التانية أو ده السؤال التاني تالت سؤال بيقول لك الوسيلة التعليمية للنتائج المتوقعة لم تقتي شمرة يعني لماذا لم تقتي الوسيلة التعليمية النتائج المتوقعة منها الوسيلة اللي أنا استخدمتها أثناء الشرح ما عدتنيش النتائج المتوقعة منها سؤال تاني لم يحدث أو لماذا لم يحدث التعلم يعني ما تعلموش الطلبة الطلبة خرجوا ما تعلموش اللي أنا عايز أعلموله في سؤال تاني لماذا كانت نتائج الطلاب متدنية آخر سؤال عندي هل كانت المشكلة في الاختبار عشان كده نتائجهم متدنية ولا ايه فيه سؤال بقى أو الصدمة عندي دلوقتي إلا هل المعلم حضر الدرس كويس ولا لا دي مهمة جدا جدا فالنقطة دي مهمة لازم هنقول عليها دلوقتي انت تتوقع أو المعلم المتوقع اللي هو حضر الدرس كويس جدا جدا علشان كده بيسأل نفسه الأسئلة اللي أنا أسردتها هنقول حاجة دلوقتي مهمة جدا جدا ماينفعش أحضر الدرس عشوائية فيه إجراءات ومعايير وقصص طربوية يجب مراعتها علشان أوصل اللي أنا أتأكد اللي أنا حضرت الدرس جويس ومنها على سبيل المثال وده اللي بيفرزها لي بقى التصميم التعليم والنماذج بتاعته هل كانت المفاهيم اللي جوة الدرس أو التي سوف يتناولها الدرس محددة جيدا الأهداف هل هي واضحة جيدا الشروط اللي من خلالها عشان أنا هقدر أحقق هذه الأهداف محددة المعايير في أداء الطلاب لتحقيق الهدف ده يعني أنا عايز أقل هدف معين طبقا لمعايير معين عشان أوصل لنتيجة الطالب هل ده حققتها وكان فيه معايير للكده ولا لأ الإجراءات دي هي اللي بتساعدني فيها نماذج التصميم التعليم بتديني إجراءات ومعايير أنا بمشي عليها علشان في الآخر يحصل ناتج تعليمي جيد وأقدر أقول إلا أنا هدرسي إيه كويسة ودي اللي أنا بتساعدني في إيه بقى برضو بتاعك كمصمم لمقررات إلكترونية بتساعدني إلا أنا المقرر الإلكتروني لما جاء أطرحه علشان الطلبة تبدأ دراسته أقدر أعرف النتاج بتاعتهم طلع كويسة ليه أو غير طلع يعني غير صحيحة ليه أو هو حقق المرجو منه أم لا وهكذا فدي نقطة إيه؟ مهمة جدا جدا لازم الناس تفهم فيها في بعض الأسئلة تانية برضو أو بعض الأسئلة هل تحققت من قدرة الطلاب على التعامل مع الأهداف؟ هل تحققت من توفر المعلومات السابقة اللازمة لداد الطلاب؟ كل دي بتدهني النماذج الاستراتيجيات المناسبة للتدريس أو للدرس اللي قدمتوا الدرس اخترتها صح؟ هل اخترت أدوات التقويم؟ هل اخترت التقنية التعليمية المناسبة؟ ودي مهمة جدا جدا علشان الناس تفهم نقطة مش علشان أنا بديكم المقررات الرقمية تبقى هي صحيحة يبقى هي التقنية التعليمية اللي تنفع مع جميع الطلاب لا التصميم التعليمي بتمشي خطواته والنموذج بتمشي مع خطواته تبقى لتحليل الفئة تبقى لتحليل الأهداف تبقى للمادة العلمية وهكذا هل أعددت التقنية التعليمية الصحيحة بالشكل الصحيح؟ ودي بتاعتنا اللي احنا هنطلع مقرر إلكتروني جيد معد تبقى لمعايير وطبقى لنماذج التصميم التعليمي الجيدة تمام كده؟ هنا بقى النقطة الأخيرة تأتي أهمية نماذج التصميم ودي اللي انا بدأت عايز اوضحها للناس أهمية هي نماذج التصميم التعليم بتبقى إرشاد للمعلم إزاي يبني المواقف التعليمية وإزاي يحقق الهدف المرجو منها إزاي يخرج ناتج جميل جداً إزاي يخرج طالب يقدر يستفيد من العصر بتاعنا ويقدر يواجه سوق العمل جيداً وهكذا نماذج التصميم التعليمي الناس هتقول لي طب انت عرضها لنا بقى نماذج التصميم التعليمي عندي أكتر من 100 نماذج تصميم تعليمي بين عربي وأجنبي في أسات زيتنا طبعاً كبار جداً جداً بالعربي هتلاقيهم حطيني للنماذج دي برضو الحاجة اللي أنا مطلوبة من الناس اللي الناس تبدأ تعمل السرش على النماذج أنا يهمني في النماذج نقط دي والنماذج طالعاً منين بعضها طبعاً هتلاقي معقد وبعضها بسيط بعضها معقد من ناحية التسلسلات في النماذج نفسه وبعضها بسيط خلاص تاني حاجة في كلها بتشترك في عناصر مشتركة وده بسبب اللي العملية التربوية واحدة ماينفعش نماذج يفتي على نماذج أو نماذج مختلف على نماذج هتلاقي مختلف في بعض التفاصيل بس كله في إطار إيه واحد في اختلاف بينهم إيه الاختلاف اللي بينهم؟ طبقاً لمبتكن هذا النموذج يعني نموذج مثلاً محمد شلطود غير نموذج أحمد مش عارف مين غير نموذج فلانة الفلانية ليه؟ كل واحد مننا اللي ابتكر نموذج ليه خلفية وديه خلفية نظرية اللي أنا بقول لكم على نظريات النظريات التعلم اللي هي هل خلفية النظرية بتاعتي سلوكية زي ما انتوا شايفين كده ولا معرفية ولا بنائية علشان كده أي نموذج حضراتكم هتمسكوه في ايديكم وتقراءه ابدأ حلله وشوف صاحب النموذج ده ايه بنيه بناء على أنهي نظرية من نظريات التعلم بتاعتنا وإحنا عندنا نظرات سلوكية كتيرة جداً جداً ومعرفية وبنائية وأنا أكتب لكم التعريفات علشان الناس تبدأ حتى تقرأها وتشوف تفاصلها وتبدأ تبحث كل مجال من المجالات دي تحتي مجموعة من النظريات وتحتي مجموعة من العلمة بياخد أنا النظرية دي وأبدأ أبني عليها النموذج بتاعي عشان يبقى نموذج ايه قوي علشان كده يقول لك انت التعليم بتاعك مبني على أنهي نظرية علشان أقدر أنا أقيمها أقدر أقيمها طبقاً هل هي سلوكية ولا معرفية ولا بنائية طبعاً هنشوف العناصر بقى الرئيسية بتاعتنا طبعاً فيه حاجة مهمة جداً جداً هنا اللي فيه مرونة المصمم التعليمي فيه مرونة اللي هو يستخدم ازاي النموذج ويقدر يشوف يعدل فيه وتقدر أي واحد من حضراتكو لو درس التصميمي التعليم يقدر يحط نموذج باسمه طبقاً لزي ما احنا قلنا اللي هي يبقى نظريته ايه ومستند ليه وترتيبه والحاجات دي كلها معي خلونا نشوف النموذج العام ودي المهمة جداً جداً وده اللي بينبصك منه كل النموذج اللي أنا بقول لكم أبطر من مئة نموذج أنا عندي النموذج العام الـ اللي هو التحليل التصميم التطوير التنفيذ التقويم دول الخمس حاجات عندي زي ما انتم شايفين كده اللي أنا هبدأ أمشي عليهم في تصميم نموذج للمقرر الرقمي بتاعي أو تصميم نموذج للدرس الإلكتروني بتاعي وده اللي احنا نبدأ ندرسه مرحلة مرحلة المحاضرة الجاية اللي أنا بقول لكم التالت عشان كده التالت مرتبطة بالتانية اللي احنا نبدأ ندرس التحليل لواحده بتفاصيله وازاي نعمل تحليل المادة العلمية ازاي نقدر نعمل تصميم للمادة العلمية ازاي نعمل تطوير لها ازاي نعمل تنفيذ ازاي نشوف التقويم وده النموذج العام اللي هتلاقي كل النماذج العربي أو الإنجليزي الخارجة منه خارجة طبقا للنموذج العام اللي هو الـ A-D-D-I-E تمام كده دي طبعا بعض التكلفات اللي عليك واحنا قلناها خلال المحاضرة بس انا سريدها في اخر المحاضرة كده علشان الناس تبقى معايا فيها اول حاجة عندي لازم نقرأ كراءات عن نماذج التصويمي التعليمي عن نظريات معلش انا ما كتبتش هنا نظريات التعلم نظريات المعرفية نظريات التعلم شاملة بقى معرفية سلوكية بنائية نقرأ عنها يا ريت نقرأ عنها انا يعني اتمنى لانا اشرحها بالتفاصيل بس الناس هتصاب بملل شوية منها علشان هي محتاجة اداية وفهمة اكتر من الناس دي نقطة مهمة جدا جدا اللي هي قراءة عن نماذج التصويمي التعليمي عن النظريات الخاصة بالتعلم علشان دي هتسندني او هتديني قوة وانا بعمل التصويمي التعليمي بتاعي دي بعد المراجع مش كتيرة يعني في مراجع طبعا دي لأساتزيتنا يعني في مراجع هو استعراض نماذج التصويمي التعليمي للدكتور بدر الصالح ده مترجم من فيه تصويمي التدريس قطامي ورفاقه فيه تصويمي التدريس عبدالحافظ سلامة فيه تصويمي التدريس محمد الحيلة فيه تصويمي التعليمي دي بعضها انا جمعتها بس مش كله فيه حاجات اكتر من كده الناس ممكن برضو العمل تصيرش هتلاقي على المواقع حاجات كتير تساعدنا ارجو من الناس تكون المحاضرة بسيطة مرفعش تعقد منتجر اي تفاعل منكو اي تساؤل سامحوني لو كنت اثرت في معلومة او حاجة واشوفكو في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته